أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد كل عام والمرأة العراقية بألف خير دعوني أرحب بخصوص هذا الموضوع ضيفتنا لهذا اليوم السيدك رجواد من دائرة تمكين المرأة الأمانة العامة لمجلس الوزراء يا صباح الخير عليك وكل عام تبقى ألف خير وأنتم ألف خير تحية طيبة وشكرا على الاستضافة صباح الورد أواشي إن شاء الله يومك مليب يا الحب وكل عام وأنتي بألف خير هذا أمر تبقين وردة مزدهرة إن شاء الله في هذا الجمال البيض ضواجبها القلبك الأبيض إن شاء الله حبيبتي الله يخليكم ست ذكرى دائما ما نسمع بتمكين المرأة ما المقصود تحديدا بتمكين المرأة؟ أحنا خلي أول شي نحكي على ثمانية يلا ثمانية آذار الثمانية آذار الثمانية آذار يوم الممخصص هو اليوم مخصص إنا الثامن آذار هو يوم للدلالة على احترام المرأة وحبها نعم وحب المرأة المرأة كأن تكون أم زوجة أخة بنت كل مفاصلها تتبوى المنصب تكون مديرة تكون معلمة تكون أستاذة جامعية تكون مدير عام تكون وزيرة ووكيلة كل مفاصلها نعم من هذا المنبر نقولها كل عام وأنتي بألف خير وينعاد عليك بالموفقية وبناء حياة مزدهرة لكي ولعائلتكي بعيدة عن الأمور التي تعكرها نعم أما نتحول إلى محور آخر ومهم اللي هو وكل يسمعون هناك دائرة تمكين للمرأة نعم ماذا يقصد بالدائرة تمكين للمرأة؟ وهل هي اليوم توفي عن وزارة كونه كانت هناك وزارة خاصة بالمرأة؟ شون الدور اللي اليوم داد قدمي اللي نتعرفين اليوم؟ نسمع هؤلاء تسميات نعم من العام المجلس وزراء بموجب قرار المجلس وزراء رقم 333 لسنة 2016 فتشكلت الدائرة وبدت التشكيل من معاون مدير عام إلى مدراء أقسام وتشكلت وبدت الملفات القديمة وبدأنا نعدل على الملفات مثلا كان لجنة العنف هسا نحن نحتاج أكثر فوضعنا استراتيجية خاصة بالمرأة العراقية اللي هي تم أطلاقها طبعا البرحة في اجتماع مجلس الوزراء أطلقها السيد رئيس الوزراء السيد المهندس محمد الشياء السوداني المحترم أطلقها في هذه المناسبة العظيمة اللي هو ثامن من شباط اللي هو عملنا عليها من أشهر ونتيجة اجتماعات كثيرة وصلت إلى 144 اجتماع مع المحافظات كل محافظاتنا زرناها وعرفنا ما هي احتياجاتهم من الناحية السياسية من الناحية الاقتصادية الحماية القانونية من ناحية المناخ وما يقول إليه وما تحتاجه المرأة الريفية بكل مفاصلها هاي بعد ما شكلت الفرق اللي أدى المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية التقينا بالوزارات جميعا وزارات الدولة والهيئات الغير مرتبطة بالوزارة كذلك قمنا معهم اجتماعات للتعريف بالاستراتيجية وتم تشكيل فرق فرعية في سبيل يكون العمل حقيقي وليس على الورق قواية أثناء اللقاءات يقولون احنا نسمع استراتيجياته كلها على الأدراج لا هذه الاستراتيجية عملنا عليها أصحاب المصطحة هم اللي عاملين عليها يعني خلينا مثل أبو العمل هو المسؤول على هذه يعني كل من حسب اختصاصه فبالتالي يعني هذا الشيء رح يأدي إن شاء الله إلى نجاحة وبعدين احنا متهيئين ومتحمسين دائرتنا وبمساندة أمين عامها الدكتور حميد الغزي ومدير عام الدائرة التمكين المرأة العراقية دكتور إسراء العلاق اللي هي داعمة وبشكل جديد تشتغل على هذا الملف وإن شاء الله تشوفون بوارق الأمل اللي رح تنتج عن هذا طيب نعم من خلال هذه الستراتيجية ما هي الإنجازات التي تطمحون إلى تحقيقها نحن نبدأ بداية أن نحن شيء على محور محور نعم محور السياسي ماذا تبغي المرأة أن تصل إليه أنا اليوم موظفة حضرت موظفة أكو نساء ما داخلات السلك يعني نقول المعترك السياسي نعم أكو امرأة ترشحت للانتخابات هذا كودي صرأت نواعي مجتمعي وشكلنا طبعا للعلم لجنة ودربنا بيها المرشحات للانتخابات والداخلات مو فقط للانتخابات المرشحة والناخبة تجدر سوية في سبيل أنه كل واحدة تعرف عليها حقوق عليها واجبات بحيث دربنا 750 مرشحة في سبيل أنه نشوف إحنا إذا انتبهتوا على هذه الواجبة والانتخابات صارت نسبة النساء أكثر من الكوتة مالتنا صعدوا على الكوتة 57 أمرأة وصعدوا بأصواتهم بالعتبل بأصواتهم الانتخابية 38 أمرأة هذا شنو؟ فدوعي بدأت أكو تغيير بالشارع أكو تقبل للمرأة أنه تصعد بأصواتها يعني مثل ما الرجل كل احترام وتقرير إلى بنفس الوقت المرأة بدأت هي تصعد تصعد بأصواتها يعني إذا أكو بدأ وعي بدأ الناس تفهم أن هذه المرأة مرادة تكون سياسية عدت برنامجها الانتخابي حضرت شت ماذا تعانين ماذا يعني لك البرلمان مو مجرد أنه تريدين منصب ودقودين لا رحش رح تقدمين الأبناء هو هذا الموضوع اللي اعتذبين يعني أنت اليوم بديت من خلال استراتيجية أكدت على جانب سياسي يمكن اليوم إذا تسمعنا المرأة أو المواطنة نقول أني الجانب السياسي اليوم يهم الكل مهم لكن اليوم أحتاج إلى حقوق هل يوم أنت هيئتوا أو بدأتوا في هذا الجانب حتى تقدر اليوم المرأة من خلال قبة البرلمان تثبت حقوق المرأة طالب في حقوقها تشريع أخوانين وغيرا بالضبط هي حقوقها على منه صعدت حتى أنا ردتها تصعد مثلا أنا رشحت فلانة من الناس على ما تصعد أنا احتياجاتي واحتياجات حضرتج واحتياجات الأخت الأخرى ويجوز الرجال أصلا يعني اللي يرشحوهم فبالتالي يعني إحنا لازم نكون واعين إنه المرأة مو بس هي كمرشحة أنا كناخبة لازم عندي رأي وعندي صوت مو يجبرني أبوي أو أخوي أو زوجي إنه أروح أنا أنتخب فلان من الناس لأن هذا من عشيرته وهذا منه لا أنا كون أندي رؤية ورؤية حقيقية إنه من أجي أنتخب أنتخب الشخص الذي أشوفه هذا أشوف نفسي بيها طيب ما ضمنت بعد الاستطراضيجية الخاصة من ضمن دارة المرأة التمكين هذا الجانب السياسي نعم الجانب الاقتصادي نعم الجانب الاقتصادي تمكين المرأة اقتصادي نعم تمكين المرأة اقتصاديا يعني أول شيء اللي هو ثاني أعرف أنه اللي يهم المجتمع العراقي كيف نساعد المرأة فعلا شون نقدر نوفرها قروض قدرنا بعد الاتفاق مع البنك المركزي 25% من القروض إلى المرأة المرأة المعيلة للأسرة المرأة الأرملة المرأة لصاحبة مشروع تريد هي تشتغل أدها أدها بس طبعا مع أوراقها مع مثل مشروعها البسيط تبوتيات نعم تبوتيات المتوفرة ديها فبالتالي تبدي تعمل وتنظر وتجيب أوراقها وتقدم إلى البنك المركزي 25% من أدهن رح يصير مشاريع صغيرة متوسطة وكبيرة حسب هي المشروع اللي مختارته وطبعا أكون لجان ورح تقرأ وتشوف ورأسا ويعني إحنا داخلين أنه دعم للمرأة بهذا الموضوع وهذا يعني البنك المركزي أمل بيه ودفع بالمصارف إنه كل واحد يخليه نسبة 5% من مصارفهم حتى للمرأة خصوصا بالقروض هسه ليس فتحة القروض هسه طبعا عام 23 هذا معمول بي له بس يعني مجرد لا لا معمول بي المرأة اليوم من خلالش اليوم إذا تروح هو عند أحجي ترى وتقدم طبعا لا لا تروح أي مصرف لا 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 بأي مصرف هسه تروح 5% خاصة للنساء للنساء اللي عدها مشاريع وعدها قلت لك إذا يعني متوسطة صغيرة حسب المشروع اللي هي يجوز أبو 5 ملايين هم يحددون لها مثلا يشوفون مشروعها شنو يعني مثلا يجوز مشروع هكت السهلات قدمت بآلية تزديد القروض طبعا بالنسبة للقروض هي يعني قسم من عدن نحن طالبناهم طبعا يعني لتحاولون أنه تشددون عليهم بالطلبات هي هذه المشكلة حتى لس رعائق أمام المرأة فوعدونا خيرا يعني أنا ما أقول لك بس وعود خيرا إحنا يعني قبل يمكن ثلاثة أسابيع أو أسبوعا كان عدنا اجتماع وكان هو مع الجهات المصرفية وكان وعودهم كل شيء يعني تثلج القلب مثل ما يقول نعم فإن شاء الله نعم طيب سيد ذكرى دائما ما نشوف كثير من النساء العراقيات يعني للأسف معنفات من قبل الأهل من قبل المجتمع من قبل يمكن أزواجهم من قبل أي شخص ممكن يتعرض إلى هذه المرأة أكو حماية قانونية للمرأة نعم هسا نحن نحجي بصدد الاستراتيجية نعم فهذا واحدة من المحاورها نعم محور الحماية محور حماية المرأة قانون أنفو الأسري نعم اللي هو هسا يعني أنا واحدة من الناس اللي طلعت للمحافظات محافظاتنا الجنوبية الوسط طلعت لهم منطلعنا من نسألهم على قانون الحماية يقول شكوا بي زل ليش مدى يقرب البرلمان ما بيفتش ترى هو يشمل الأسرة القانون الحماية اللي هو متخوفين من عنده هو يشمل كل الأسرة يحمل الأب الكبير اللي يدفعه وليس يدير لبان من يكبره والجد مثل ما نقول يحمل الطفل الصغير يحمل مرأة يحمل أم يحمل زوجة يحمل أخت هو إذن يحمل كل شرائح إذن هو يحمل أسرة بكاملها وليس لفئة معينة هي ليس للمرأة حصرا أو الزوجة حصرا لا لجميع فئات وبالفعل القانون إذا أقر يعني التعنيف رح يكون لهم رادع إحنا المرأة ليش تتعنف نعم ليش؟ هسا إحنا لو نجي نجي مشكلة أمامنا تعنيف المرأة شنو سببها؟ أمراض نفسية ومشاكل عائلية شنو سبب المشكلة؟ نعم اليوم يمكن حالتها المادية ضعيفة أرتينا أنه نحجي ويا الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وخصصوا لهم رواتب وبدت الحملة وشفت رئيس الوزراء والسيد وزير العمل اشتغلوا على هذا الملف وكل شيء واضح للعيان وغطيتوا حضراتكم بما فيه الكفاية قناتكم الموقعة نعم هاي وحدة أدنى من ناحية ذكرت من ضمن الاستراتيجية نعم ذكرت جانب المناخ ما أعرف إذا توضحينا هذا الجانب يعني كيف كان من ضمن اختصاص تمكين المناخ نخلص الحماية ست ذكره يعني ولو أقاطع كلامك بالخير بس لحظة وحدة أكو قسم من الرجال يتعاطوا المخدرات فهذا سبب من أسباب أو الإدمان المفرط بالشرب فتشوف هاي التفكك الأسر اللي يصير إذن احنا لازم يصير عندنا وعي مجتمعي أنا من قناتكم هذه الموقعة نعم نطلب الإعلام يروج أنه تطلعون حتى لو مقاطع حتى لو مشاهد أفلام هيك شي لقطات فأم الدقيقتين أم الثلاثة إنه قدم الإدمان يهد الأسر العراقية فهذه من هذا المكان الزواج المبكر نعم شوفي الأسرة تجي تفككها التعليم كلش مهم احنا لازم أن التعليم نركز عليه للبنت حتى ما تفكر بالزواج الزواج المبكر صار فدعائق وفشل بالتالي أدي إلى الطلاق لأنه بعدها طفلة اللي يجي يأخذها لا تعرف شرك حياتها اللي تختارها بدينها بأخلاقها بتصرفاتها إنسان مثقف واعي عندها شهادة عندها مصدر رزق يعيشها لو مثلا لا هو كل شيء ما عنده لا عنده تبقى نعم تبقى هاي قناعة وتبقى أيضا دور ومسؤولية العائلة العراقية والأسرة لازم يعرفون الشيخ تارون أزواج البناتهم مو مجرد أنه يتزوج حتى يخلصون من عبئها حتى يخلصون من تعليمها لا هذا نحن لازم هذا كل ضمن الاستراتيجية نعم سيد ذكرى شكرا جزينا اليوم كنت بيانا ضمن هذه المناسبة ونعرف اليوم المرة بدأت تأخذ أدوار كبيرة جدا مو فقط في الجانب السياسي ولا في الوظيفة لكن أيضا اليوم شفنا دورها بارس في السلك العسكري شكرا جزينا ليليك وشكرا لحضورك